يشهد الإسرائيليون بأنفسهم على وجودهم في كردستان العراق لم يعد خفيا ما يخططون فأعينهم من هناك على إيران وقد بات إعلامهم يقر بذاك الحضور الاستخباري والأمني بل ينقل أقوال لخبرائهم العسكريين ويكشف عن وجود شركات أمنية إسرائيلية في العادة تلتزم سلطات الاحتلال الصمت بلا تعليق على ما ينشر أو يذاع حيث راد من ذلك ربما توجيه الرسائل بتسريبات الإعلام عن تلك النشاطات السرية من دون تبنيها في الخطاب الرسمي ليست جديدة تلك العلاقة بين إسرائيل وسلطات الإقليم بل تعود في جذورها إلى عقود هذا ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون لكنها اليوم أصبحت أكثر إثارة لسخط الإيرانيين لاقتناعهم باستهداف الإسرائيليين لهم بعمليات استخبارية وهجومية قالها خبير عسكري إسرائيلي وتضمن أقواله تقرير لتلفزيون الاحتلال وفيه إقرار أيضا بتلقي الموساد هناك في محيط مطار أربيل ضربة صاروخية والقول الأكثر تداولا لدى الإسرائيليين عن منفذيه أنهم عناصر موالية لإيران لم يكذم غيظهم الإيرانيون من اعتداءات الخلايا المعادية كما يصفونها فقد أشاروا إلى دعم إسرائيل لها ومعه دعم الولايات المتحدة وأنظمة عربية رجعية بحسب تعبيرهم وقد تصاعدت حدة التحذيرات من مسؤولين إيرانيين كبار إنها القواعد الأمريكية والإسرائيلية في كردستان العراق بحسب تعبير الإيرانيين إذ يتكرر تحذيرهم من استخدامها مركزا لتنظيم العناصر المعادية ولا تكتفي إيران بتصعيد لهجة الخطاب بل تصاعد أيضا هجومها العسكرية الحدودي ترجمة نانسي قنقر